ما عيوب منهج المواد الدراسية المنفصلة؟ لمنهج المواد الدراسية المنفصلة عيوب منها أن هذا المنهج يركز على الجانب المعرفي فقط في حين أن المعارف وحدها لا تكفي لتوجيه السلوك الإنساني من هنا يجب الاهتمام بالجانب الوجداني والجانب النفس حركي مع الجانب المعرفي أن هذا المنهج يفصل بين المواد الدراسية وهذا الفصل يؤدي إلى تجزية المعارف وتفتيتها لا يهتم هذا المنهج بحاجات المتعلمين كما أنه لا يراعي ما بينهم من فروق فردية فالمتعلم دوره سلبي كما أنه ليست هناك فرصة للمعلم في أن ينوع في تدريسه بأساليب مختلفة فهو يعتمد على الإلقاء يفرض منهج المواد الدراسية المنفصلة مجموعة من المواد الدراسية على جميع الطلاب في جميع البيئات مما ترتب على ذلك إهمال المنهج للمجتمع والبيئة المحلية منهج المواد الدراسية المنفصلة يهمل النشاط وينظر إليه على أنه جانب ترفيه وليس عنصراً أساسياً من عناصر المنهج المدرسي أيضاً من عيوب منهج المواد الدراسية المنفصلة إنعزال المدرسة عن المجتمع حيث يكون الاهتمام بنقل المعلومات والمعارف إلى المتعلمين فقط فلا مكان للأنشطة المصاحبة للمنهج المدرسي خارج الصف الدراسي وأيضاً خارج جدران المدرسة مما يؤثر على الوظيفة الاجتماعية للتعليم عدم تخطيط المنهج المدرسي للمواد الدراسية بشكل متعاون فالمنهج يخطط من جانب المتخصصين في المادة الأكاديمية دون الاستعانة بخبرات المعلمين والمتخصصين في التربية والمناهج ترجمة نانسي قنقر